بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أحياكم الله أخواني وأخواتي مع حلقة جديدة من برنامج محطات محطات نحاول فيها قدر استطاعاتنا أن ننتقل عبر قصص واقعية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر نعمل تحت ظلال قوله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وإن في قصصهم لعبرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في هذا الدين العظيم وأن نقف عند محطات تغير من أحوالنا في الدنيا حتى نسعد في الآخرة ويميتها لا فيكم بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله إذن مع قصة واقعية جديدة ومع محطات مع هذه القصة العنوان الوضعت لهذه القصة هو استجلاب رضا الجبار بلغة أخرى كيف تحصل رضا الله عز وجل القصة جاءتني عبر الإيميل عبر الإنترنت وصاحبها كاتبها تقريبا باللهجة شبه العامية السعودية من سكان المدينة المنورة يقول كاتب القصة هذه قصة حصلت لرجل من المدينة المنورة يبلغ من العمر تقريبا خمسين عاما إليكم القصة باختصار قدر استطاعتي يقول قدر الله عز وجل على هذا الرجل وأصابه بفشل كلوي طبعا يعذروني بدأ أقرأ الكلمات كما كتبها لأنه معظمها مكتوبة بالعامية حتى ما أغير يقول وتبلغ الخبر بنفس صابرة ومؤمنة بالله عز وجل بعد أن أخبره الطبيب أنه مصاب بفشل كلوي خاف أولاده عليه وقالوا له نبي نتبرع لك بكلية لكن الأب رفض وقال لا تفتحون الموضوع بالمرة مستحيل أحد فيكم يتبرع لي المهم الأولاد خايفين على أبوهم سألوا يمين سألوا يسار قالوا لازم نشوفلنا حل اقترح أحد الأصدقاء على الأبناء بأن يذهبوا لدولة مصر الشقيقة وأن يشتروا له كلية مقابل المال فحالتهم المادية تسمح بذلك ذهبوا للوالد المصاب بالفشل الكلوي واقترحوا عليه ورفض الأب ولكن بعد إصرار من الأبناء وافق وحجزوا له الطيران وراحوا مصر المهم وصلوا مصر وسألوا الأطباء وسألوا كيف ممكن الحال فقالوا الأطباء لا بد أن يتبرع أحدهم لك بكلية أخذوا منه التحاليل وأجروا له الفحوصات وبعد كم يوم قال الأطباء في شخص بيتبرع لك بكلية لكن بشرط أن تدفع له سبعين ألف جنيه مصري الأبناء وافقوا والأب قال موافق ودفع الأبناء مبلغ السبعين ألف جنيه مصري وبعدها بيوم لاحظوا الآن بلشت بعدها بيوم قال الأب أنا بشوف الشخص اللي يتبرع أو أبي أشوف الشخص اللي يتبرع قالوا له مو لازم تشوفه خلاص الحمد لله لقينا اللي يتبرع قال الأب أنا لازم أشوفه ودي أشكره يعني شوفه الآن هاي النقطة وقفه عندها أصر أمد يحكي كلمة شكرا مع أنه صحه في المقابل بالمبلغ لكن بده يشكر هذا الشخص فأصره على عمل الخير سبحان الله قال ودي أشكره على اللي سواه معي بعد إلحاح شديد من الأب بعد إلحاح شديد من الأب وافق الأبناء وأخذوا الأب للشخص اللي بيتبرع له بالكلية قبل ما يسوه العملية فدخل عليه الغرفة فتفاجأ وانصدم وإذا بها بنت عمرها سبعة عشر عاما فانصدم الأب قالوا لأبناء هذه اللي تبت تبرع لك بالكلية فانصدم الأب بالموقف وانشل لسانه عن الكلام لم يتخيل أنها بنت في عمر الزهور طيب ليش تبرعت لي مين أجبرها على كذا وليش انصدم الأب بعد ما رجعت له حالته الوضعية بعد ما انشل لسانه قال ليش تتبرع لي من اللي دفعها على أي أساس أتعرفون من الذي أجبرها الآن كاتب القصة بيقول الذي أجبرها على بيع كليتها إنه الفقر لاحظوا أخواني وأخواتي الفقر أجبرها على بيع كليتها نعم الفقر هذه الفتاة تعول أخويها وأختها الصغرى بعد وفاة أبيها وأمها فأصابهم فقر شديد جعلها ودفعها لبيع كليتها والمهم بلغة العامية بيقول من سكان المدينة هو بيقول تعرفون ويش صار في الرجل الرجل قال والله ما سوي العملية فانصدم الأبناء قالوا ليش يا ابا قال والله ما بسويها لو يصير اللي يصير حاول الأبناء مع الأب لك إنه رفض رفض رفضا قاطعا وشديدا يا ابوي المبلغ اللي دفعناه بيقولوا له أولادة بيقولوا يا ابوي المبلغ اللي دفعناه قال والله ما أخذ ولا أبغى ما أخذ ولا أبغى حلال عليها ويحرم علي هذا المبلغ حرمة البنت على أبوها تخيل فحجزوا له الأبناء على الطيران ورجع إلى السعودية وصلوا السعودية وبعد شهرين الأب عمل فحوصات في مستشفى خاص لاحظوا بداية القصة شو قلنا اعمل أفحوصات عنده فشل كلوي تام خلاص يعني بعد فترة مفي عنده كلية فأجلوا فحوصات في مستشفى خاص قالوا له ما فيك شي لا فشل كلوي ولا هم على قولة الكاتب الأب مقتنع بالنتيجة الفحوصات فذهب إلى مستشفى خاص آخر قالوا له نفس النتيجة فسووا فحوصات خارج السعودية وقالوا له نفس الكلام حتى تيقن أن كل مستشفيات أكدت له على أنه ما بقي عنده شيء اسمه فشل كلوي أنت سليم ومعافى وما فيك شيء طبعا بقول الكاتب الحين تقولون أنه خطأ طبي لكن الموضوع ما كان خطأ طبي بل شفاه الله الكريم وعافاه وقدرة الله فوق كل شيء لكن هذا الشخص قد فرج كربة عن مسلم فرج كربة تلك الفتاة ذات السبعة عشر عاما ففرجها الله عليه وعافاه بسببها وقدرة الله أكبر من كل شيء وفوق كل شيء والحمد لله إذا أحبتي في الله ما الدروس التي يمكن أن نستفيدها من هذه القصة هنحطيناها تحت عنوان استجلاب رضا الجبار أو كيف تحصل رضا المولى عز وجل أول الدروس اللي ذكره كاتب القصة الله يكرمه بلهجة العمية اللطيفة البسيطة من فرج هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن مضمونه على قولة العسكريين خارق حارق متفجر من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أو كربة من كرب الآخرة أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أخي الكريم مختل كريم بالله عليكم كم مرة يقدر الله لنا فرصا رائعة لا أول لها ولا حصرا لها ولا آخرا لها أن نفرج عن الناس كرباتهم بعض الناس بقولولي طب يا شيخ أنت جايب لنا قصة واحد دفع سبعين ألف ريال بعرفش كدهش بالدولار يمكن يجي لهم عشرين ألف خمسة عشر ألف دولار هو كل واحد بقدر يدفع ومن قال لك أن تفريج الكرب لا يكون إلا بالمال والله بعض الأحيان قد تفرج كربة إنسان بتليفون لأنه الشخص اللي عنده مشكلته قريبك والدك والدتك عمك خالك عمك خالك صديقك بتمون عليه بعض الأحيان قد يكون تفريج الكربة إنك توقف معه وتساعده بعقلك وذكائك ولسانك وحنكتك وسمعتك وقدرتك لا تظن أن المال هو كل شيء إذن من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والثاني الحديث الشهير جدا للنبي صلى الله عليه وسلم والمروي بأكثر من رواية أحب الناس إلى الله أنفعهم تخيل؟ هذه رواية في رواية ثانية الرواية في أصلها ضعيفة السنة الضعيف لكن كثرة الطرق أوصلها إلى مرتبة الحسن وهي الخلق عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله وهذا درس ثاني أما الدرس الثالث اللي ممكن نستفيده من هذه القصة اللي أوصل هذا الأب لكل هذا الخير واللي خلى مقادير الله سبحانه وتعالى تقلب بطريقة عجيبة في صالحه باللغة البشرية لم تكن كذلك بالوضع الطبيعي لم تكن كذلك ببداية القصة لم يكن الأمر كذلك هو لاحظ ابتدأت من أمر بسيط جدا قد يستسخفوا كثير مننا أصله هو الآن من نسبة له قالوا له شخص يتبرع بكامل حريته وفي نفس الوقت دفعنا له فلوس فهو أصر يقول له شكرا طبعا الأولاد لاحظوا كانوا عارفين أنه متبرع واحدة لكن مخبين عنه الموضوع متوقعين أنه الأب ممكن يرفض لكن مطنشين الأب ياخي اللي بدأ أقول له شكرا يابا الموضوع ما أحلى ضرورة تشوفه اللي بدأ أقول له شكرا يابا ما في داعي اللي بدأ أقول له شكرا إصراره على فعل شيء بسيط جدا من خلق المسلم هو إصراره على الشكر اللي هو تحت ظلال من لا يشكر الناس لا يشكر الله هو أراد أن يكون شاكرا لله هذا الشخص صحيح أنه قد أخذ المبلغ سبعين ألف جنيه لكنه أيضا حل لي مشكلتي طبعا ليش ما أقول له شكرا هذا الباب البسيط من فعل الخير هو الذي أدى إلى هذا الأمر العجيب جدا الذي لم يكن يحلم به أحد أوصله إلى أن رضى الجبار رضى المولى عز وجل قد صدر فتحولت الأمور اكتشف الوضع وعندما اكتشف اعتذر انسحب ألغى الموضوع القصة اللي قرأنا لكم إياها شوفوا روعة العلاقة بالله سبحانه وتعالى ابتدأ بأمر بسيط جدا من الخير اللي هي شكرا وإذ به ينتهي بأمر بلغة البشر معجزة على المستوى البشري تغيير لقوانين الله في الدنيا شخص عنده فشل كلوي خلاص يعني مسألة وقت من نسبه له إما أن يغسل أو يموت أو يبدل فجأة ما به شيء طب كيف حصل هذا هذا يكون بأمر الله سبحانه وتعالى الدرس البعدي اليقين على أن قدرة الله لا تقف عند حد ولا يوقفها شيء الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لا يوقفه شيء لحظة اليقين نوعج اليقين في اللحظة اللي وصل لمرحله وصل لمرحله أنه اكتشف أنه البنت اللي تبرعت بالكليو عمر 17 سنة وأنها بسبب الفقر حتى تطعم الخبز لأخيها ولأخواتها وهي يتيمة لا أب لها ولا أم وبشرة صار في عنده شيء أكبر من أنه فقط مجلد يحل مشكلته شوفوا الإش الأكبر إش الأكبر أنه بدي يكسب أجر وطبعا قال الأموال اللي دفعتها تحرم عليك حرمة البنت على أبيها خلاص حلال زلال زلال زي ما نقول إحنا بلاجتنا العمية الله يتقبل منها ويوفقها والله لن أفعل ورح أرجع إلى بلدي إذن يقين على أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ما شاء الله سيكون رغم أنف من أراد ورغم أنف من رفض والدرس الأخير أخي الكريم أخت الكريم ونختم به قبل أن نودعكم تذكر أنك تتعامل مع صاحب كن فيكون الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فالأمر له فقط يكون بكن فيكون فعلق حبالك بالله سبحانه وتعالى واعلم أن صاحب كن فيكون له طرق توصلك إليه فإن أديت ما عليك وسلكت الطريق المطلوب ودفعت الضريبة سلفا فكون فيكون بأمر الله تحقق لك ما تحلم به أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم ولي في إسلامنا العظيم ويتقبل منا جميعا وهذه تحية مني أنا محدثكم أمجد قرش الذي يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة